ايه طيب ازايك وصحابي عملي ايه انا احمد شيتو سبق قبل كده وكنت عملت حلقة مجمعة وعملت فيها كده او فتح صندوق للعديد او الكتير من المنتجات يعني وكان من ضمن المنتجات دي هو المنتج بتاع حلقة النهاردة وهو موس من شركة اسمه طبعا هسيب لكم لينك الحلقة المجمعة في الارضة لكم حالة فوق دي على الشمال هنا كده تدر تخش طبعا تشوف محتوى العلبة او يعني بتاع الموس ده وايه الحاجات اللي جاية جوة العلبة انما النهاردة ان شاء الله هتبقى المراجعة التفصلية للموس ده كل حاجة عن الموس مميزاته وعيوبه الحاجات اللي زارت معايا بعد تقريبا ممكن اكتر من شهر من الاستخدام فيعني لو عجبتك الحلقة ما تبخش عليك بلايك كومنت جميل زي كده اشترك في القناة انت مش مشترك فعذر الجرس يلا بينا يا شباب اه طب يا جماعة رجالة طوله بعد الانترو كالعادة نخش عطوف في موضوع الحلقة. طيب المنتج اللي معاني النهاردة يا جماعة زي ما قلتكم كده في مقدمة الحلقة هو اسمه طبعا الموس ده هو كان في منه نسخة سابقة قبل كده من شركة برضو كاسمه بس ده كان بسلك. ده يعني اللي هو صورته اللي ظاهرة قدامكم حالا. وده الموس السابق بتاعي او ده الموس اللي كان عندي قبل الموس بتاعه النهاردة. موس محترم جدا ممتاز بصراحة. انا بس جبت النسخة الاتميت منه لسببين. اللي يعني السابل اللون كنت عايزه ان ابيض. والحاجة التانية طبعا عشان هو. طيب تاني نقطة كده حابا بتكلم عنها وهي وزن الموس. الموس هنا يا جماعة خفيف جدا جدا. هو وزنه اربعة وسبعين جرام. الموس بصراحة ريشة. بس يعني مش عايزك تفتكر من ان الموس ريشة وخفيف جدا. فان هو بقى الماتير اللي بتاعته مسلا يعني اي كلام بقى او تلاقي بس ان انت بشكل عليه كده بيطاقطق في ايدك او بيزايا. لا طبعا انا بكلمك على موس من شركة ريزر. اللي مش عايز شركة ريزر دي يا جماعة. دي كده زي مسلا في العربيات المرسيدس اه البي ام. في يعني انت بتتكلم في شركة محترمة جدا. فما فيش طبعا في مسلا اي انه بتحس ان هو كوالي بتاعته تعبانة مسلا او بلاستيك ضعيف. لا طبعا ما فيش الكلام ده. خالص. الموس كمان في ميزة حلوة جدا انه هو ينفع للايدين. في موسات يا جماعة بتبقى معمولة مسلا للاس الاداء مين بس? او موسات للايد الشمال بس. لا الموس هنا الجوانب بتاعته سواء مين او شمال. متمثلة جدا. وتنفع لانت لو انت بتستغل موس بتاكي المين. او انت بتستغل موس بتاكي الشمال. تجربة الاداء او تجربة الاستخدام هتبقى واحدة. بالنسبة للشخصين يعني سواء انت كنت يماني او شمالي. فدي برضو نقطة ممتازة جدا. طيب تلك نقطة حابة اتكلم عنها وهي التكنولوجيا دي تكنولوجيا من شركة ريزر او خاصة بشركة ريزر يعني وهي حطتها في الموس ده. طيب التكنولوجيا دي عام يشيته ايه الميزة اللي فيها او هتقدم لايه? بصوا جماعة الميزة بصراحة في التكنولوجيا دي انها بتديك الحلوم وكل حاجة. الموس الوال لسه جماعة مسته ان هو مفيش فيه سلك. بس بيعيبه دايما ان يبقى فيه تأخير او فيه لاج. على عكس الموس اللي بسلك. العيب اللي فيه ان هو بيبقى فيه سلك ودايقك وكده في الحركة وبتاعه. بس في نفس الوقت الميزة اللي فيه ان هو مفيش فيه اي تأخير خالص. فالتكنولوجيا بتاعت هيبرسبيت بقى ديت هتديك الحلوم الاتنين. هتديك موس مفيش فيه سلك. وفي نفس الوقت انت بتاخد نفس السرعة تقريبا اللي موجودة في السلك. انا بصراحة لعبت بالموس الالعب كتيرة جدا. ما حستش تماما خالص باي لاج او ان انا بلعب بموس خدوا بالكم يا جماعة انا جاي يعني طول عمري بشتغل بموس بسلك. فلو انا مسلا اما جيت اشتغل بموس يعني بويرلس او بدون سلك لو في لاج انا يعني هلاحز او هاخد بالي لان انا متعود ان انا اشتغل بسلك. بس بصراحة انا نسيت تماما وبنسى تماما فكرة ان انا الموس ده مهواش بسلك لان الحرفية ما فيش اي لاج خالص ولا اي تأخير خالص في اي جيم او اي تريد برضوك ان الموس ده هيديك سرعة اتصال اسرع خمسة وعشرين في المية من اي موس تاني ولا لسه موجود في السوق. فبصراحة انا على نفسها بقلتلكم انا ما حاستش باي لاج خالص ولا اي تأخير في الموس. طيب بالنسبة بقى لماسكة الموس وان انت تتخركها مثلا عندك على المكتب او كده. عايز اقول لكم يا جماعة انتو اكنكم بتتحركوا طبق جيلي بتتحركوا مية. يعني بصوا جماعة الموس بصراحة خفيف جدا في الحركة بتاعته. والتكنولوجيا بتاعت الهايبر سبيد. وكمان السنصر اللي موجود في الموس ده هو بيديك عشرين الف رقم مهول يا جماعة. عشرين الف ما حايتش حد ده اسلا هيستخدم الرقم ده يعني. بس السنصر اللي موجود فيه رازم مدرouch عشرين الف مع الجلد اللي مستخدمة انا ما عقدش يعني النوع ده بصراحة رهيب. رهيب بصراحة. يعني السنصر مع الجلد ده ايه مع خفة الوزن بتاعة الموس بصراحة اما دي يتحركوا الموس بيتير منك انت اكنك يعني عارف عارف انت مسلا اكنك بتزحلق على جليد الموس بصراحة السلس بطريقة مش منطقية. وطبعا ده هي اثر معاك بالاجاب في اللعبة مسلا لو انت بتاع بقعباق فيها الشوطر وانت عايز تعمل مسلا في لانك كده بسرعة او تعمل يعني تلف بسرعة كده بالقامرة بتاع هيساعدك جدا في الموضوع ده بشكل ممتاز. طيب الانالوج. طبعا لو انت مش عارف الفرق بين الاتنين يعني. الخلاصة عامة ان ده اسرع وتكنولوجيا احدث مية مرة من الانالوج. فانت هنا هتاخد سرعة استجابة اسرع بكتير جدا من لو كان انالوج. وبالنسبة للبقرة البقرة هنا لما دي جي تلف فيها كده هتلاقيها مش بتجري مش مية. وطبعا دي حاجة اه حلوة جدا في الجيمز. لازم يكون يعني في الجيمز مسلا لو انت هتبدل بقى بين سلاح او حاجة او بتعمل مسلا انت فاتح سنيبر وعايز تعمل زوم بالبقرة او كده. فطبعا لو كانت البقرة بتجري منك طبعا دي بقى موس فاشل مبقاش موس جيمينج خالص. فهنا البقرة لأ تقيلة وليها تكات كده تكة تكة كده هتحس بيها. فطبعا ده زي ما احنا بنقول هو موس جيمينج فلازم طبعا نكون البقرة كده. طيب نيجي بقى نتكلم على السوفتوير. بصوا يا جماعة بصراحة السوفتوير بتاع شركة هو انضف واروى سوفتوير انا شاهدته بحياتي. انا استخدمت سوفتوير كتير جدا. يعني prosti هينا هنا womenتجات مثلا من شركة عندي من شركة عندي من شركة عندي من شركة رايبر ايكس. عندي من с اي. عندي كيبورد من يعني عندي شركات كده جدا وجربت السوفتوير بتاعها. بصراحة انا ما شفتش حد فنان ولا حد في عمل زي شركة بتاعها محترم جدا تقدر طبعا من خلاله ان انت تتحكم في اللي موجود على الموس هو طبعا هنا في الاعلامة التجارية او ا الاعلامة المشهورة بتاعة شركة ريزا اللي هو او اللي هو يعني التلات تعبين انت ممكن تتحكم في الارجي بي عادي خالص وممكن طبعا تتحكم في الارجي بي برضو اللي موجود في الدك اللي جاي مع الماوس هنتكلم عن الدك دي تلوقتي وهقول لكم فايداتها اي يعني بس خلاصة الكلام هنا هيسمح لك ان انت تعمل كل حاجة بالنسبة لالوان الارجي بي وكمان تقدر تعمل لأي زهار من الزهار الموجودة انت عندك طبعا زهارين على الشمال وعندك زهارين على اليمين وعندك الويل دي كمان زي انت ممكن تعملها انت ممكن تعمل ريباب لأي حاجة من موجودة على الماوس هنا عن طريق الصفت ورب ومنطقة البساطة والسهولة طيب زي ما كلمتوه كده من شوية على موضوع الدك اللي جاي مع الماوس بصراحة يا جماعة الدك ده يعني اللي عمله اختراع رهيب بصوا يا جماعة مشكلة الماوسات الواقل ليس دايما ان انت طول الوقت بتبقى عايز شحنها انت ممكن تبقى قاعد مسلا شغال ولا حاجة فهتلاقي الماوس بقى ينور لك مسلا ان هو يشحني مش عارف ايه اللي بقى لنا احمر الكام ده كله فانت بقى تجيب كابل وتوصله بالماوس وتكمل لعبة مسلا وفي نفس الوقت الماوس بيشحن انا عايز اقول لك انت بقى مع الحركة بتاعت الدك دي انسى الموضوع ده تماما الدك ده بمنطقة بساطة جماعة هو فيه مستين حلوين قوي اول ميزة ان المكان اللي شايفينه قدامكم ده انا هنا اقدر احط الدونجل اللي جاي مع الماوس احطه هنا كده والماوس هيوصل ده فيه في الكمبيوتر من وره بس الفكرة كلها ان هو شركة ريزر قيت لك لأ بدل ما توصل الدك ده ناخد بلنا متوصل بكابل فبدل ما توصل الدك ده نفسه بمكان في ضهر الكيسة مسلا وتاخد الدونجل ده كمان توصله في انت خطة اتنين لا يا معلم احنا كشركة ريزر عملناك الاختراع الازيز ده وصل بس الكابل بتاع الدك ده في الكيسة عندك والمكان الفاضي ده هتوصل فيه الدونجل بتاعك وهو هيربط مع الماوس عادي جدا طيب دي اول ميزة بالنسبة للدونجل الميزة التانية ان انت يا معلم هتوقع تشتغل بالماوس عادي خالص طب قمت مسلا بتشرب لك كوبات شاي قمت مسلا بتعمل اي حاجة هتشيل الماوس يا معلم بمطالب بساطة حطه على الدك اللي هنا هو هيشحن معاه والشحن بتاعه سريع جدا خلصت مسلا الحاجة اللي كنتم دي خمس دا عشر دقايق هتيجي تاخد الماوس وتكمل به انت حرفيا مش هتحس اصلا ان الماوس ده محتاجي تشحن بالمناسبة شركة قالت يعني او على حسب كلامها ان الماوس ده البطارية بتاعته بتقعد سبع ساعات فانا بصراحة ما جربتش ان انا قعد سبع ساعات متواصلة ان انا قعد اشتغل على الماوس وحتى لو ععدت سبع ساعات فانا بين كل فترة والتانية بقوم مسلا اعمل حاجة محتاجة بتاعه فباخد الماوس احطه على الدك كده فهو تلقائي بيرجع يشحن تاني لوحده انا الصراحة يا جماعة من يوم ما جبت الماوس ده وبقاله معي اكتر من شهر عمره بصراحة يعني ما جيت مسلا فصل مني وقالي ان انا عايزة تشحن اني زي ما قلت لك بفضل الدك ده انت بتحط الماوس على الدك هنا وفي هنا كده بيشحنوا الماوس فبصراحة اختراع يا جماعة محترم فيه بس عيب بسيط كده هو يعني عيب ومش عيب ان الكابل اللي بيخش فيه الدك هنا كده او برضوك المكان اللي موجود هنا في الماوس ده الماوس اني المكان ده الكابل هنا ميكرو يو اس بي مش طايب سي طب اتمنى لو كان طايب سي بس هو برضو يعني زي ما قلت لك هو ميزة وعيب طب ليه ميزة وعيب هو عيب زي ما قلت لكم لانه هو ميكرو يو اس بي والكابل ده كمان يا جماعة يعني ليه حجم معين يعني انت لو جبت عندك اي كابل تاني ميكرو يو اس بي ممكن ما يخشش في المكان ده. ريزر عامله زي حجم صغير كده فلازم الحجم الصغير ده. فده العيب. طيب الميزة الميزة ان انا مش محتاج اصلا يا جماعة ان الكابلة ده وصله. هي مرة واحدة بس هوصله في الدك من وراء. وشكر انا مش هفصله تاني انا مش محتاج اصلا اوصله بالماوس. انا هوصله بالماوس امتى? لو انا عايزاش حن الموس. انا كده كده الموس اصلا باشحنه عن طريق الدك. فانا من يوم ما جبته بصراحة ما جربته ولا مرة ان انا حتى اركبه اصلا في الموس لاني محتاجتش حاجة كده خالص. فعشان كده بصراحة يعني هو عيب بس يعني ايه? ريزر على الجيته بصراحة بشكل برضوك محترم. وفي نهاية الحلقة كده ده يعني هقول لكم بقى الخلاصة بتاعتي. بصراحة الموس هو محترم جدا لو انت عايز حاجة فيها فخامة فيها شياكة فيها جمال كده على المكتب بتاعك. لو انت عايز تاخد حاجة من غير سلك او والس وتاخد برضوك نفس سرعة السلك وما تحسش بأي تأخير ولا اي لك خالص. طب صراحة انا رشح لك الموس ده. بس اخدوا بالكم الموس ده مش رخيص. الموس ده غالي لان شركة بصراحة المنتجات بتاعتها كلها بتبقى بريميوم وفيها فخامة كبيرة جدا. ف وطبعا بيقى فيها تكنولوجيا حديثة. فبردوك السعر بتاعها بيبقى مرتفع. عمتا هحاول سيب لكم فيه سندول وصفة اي لينك شرع للمنتج ده لو حد حابب يشتريه. وكالعادة لو انت عجبتك الحلقة ما تبخلش على بلايك كومنتجميزات كده اشترك في القناة مش مشترك. فوق الزر الجرس ويا بس كده يا شباب. سلام.